وطلاب الطالب الطالبات الذين حصلوا على درجات النجاح تواهرهم للمنافسة في الجامعات لهذا العام وأيضا نشكر أخونا الدكتور أنور ضفع الله على هذه المبادرات الطيبة وعلى جهوده في مساعدة الطلاب السودانيين وحس الباحثين والتجميع جهودهم لتصوف في مصلحة أبناء الطلاب أينما كانوا في البداية ماذا نتكلم عن الكلام العام بالنسبة للطلاب الدراسات الإنسانية والاجتماعية اللي هي الاقتصاد والإدارة والمحاسبة طبعا هي في بعض الجامعات بتكون تحت السكف كلية وفي بعض الجامعات تكون في شكل مثلا اقتصاد تقافي بعض الجامعات كلية بتشمل الإدارة والاختصاد والدراسات الاجتماعية والسياسية والمحاسبة والإدارة كلها في بعض الجامعات بتجد أقسام الكليات لإدارة الأعمال أو بتسمى حقيقة هي الإسم الحديث أو الإسم المتوافق مع العالميا اللي هو بتبقى سكول أو مدارس بذات الإدارة والمحاسبة فإدارة الأعمال طبعا زي ما معروفة هي أصلا متصلة بإدارة الأعمال كلمة أعمال بتعني اللي هو بالمصطلح الإنجليزي اللي هي البيزينيس وطبعا أكيد بتركز على الجوانب بتاعت إنه كيف تدير العمل وتحقق الأهداف النهاية للإدارة اللي هي طبعا في النهاية تحقيق مكاسب للمشاة وتطورة وده بتوقف على سياسات وعمليات إدارية كثيرة ومعقدة فبالتالي بتلقى مرتبطة الاختصاد والمحاسبة والإدارة كلهم بشيروا بعض لأنه في النهاية المحاسبة هي تبويب البيانات المالية والإدارة بتفسر هذه البيانات وتتخذ عليها الغرارة السليمة وبصفة وصحة المشاة فبالتالي بتلقى بنلقى عدة جوانب الإدارة مثلا تلقى الإدارة من مبادئة الإدارة بتلقى إدارة الأفراد وبتلقى حل مشاكل إدارية أيضا بندرج تحتها والتنظيم الإداري وكلها في النهاية بتصوف في مصحة الغرارة السليم للمشاة إذا جئنا نتكلم عن تخصصنا أو الإدارة المالية هي عبارة عن أنه كيف تحلل مثلا بتتمثل في التحليل المالي اللي هو بتحليل النسبة المالية نسبة السيولة ونسبة الأرباح ونسبة الأصول الأصول بأنواع طبعا هي طبعا هي مجال متقدم في الإدارة يعني نتكلم عن الإدارة بصورة عامة نجد نجد أن الإدارة المالية هي المجال متقدم وممكن ما يدرس السنوات الأولى يعني ممكن بيكون في السنوات من السنة الثالثة لكن مهم نجد نتكلم عن شنون المجالات بتاعته مجالاته طبعا بيخدم المؤسسات المالية اللي هي تمثل البنوك الشركات المؤسسات المالية بصورة عامة شركات التامين والمصارف أو البنوك بالكلمة بنك طبعا هي كلمة الإنجليزية لكن في كلمة العربية طبعا المصرف فهي مجالات العمل فيها في الغالب في هذه المؤسسات وطبعا حديثا ظهرت حكاية مسألة الأسواق المالية وأسواق الأسهم والتحليل المالي والتي هي دي مجالات الاقتصاد المتغدمة وأصبحت الآن هي يمكن من المجالات يعني السائدة في التعاملات المالية فأنا أفتكر أنه الطالب يعني في البداية هو إذا دخل الإدارة أو المحاسبة وتم قبول فيها ممكن بعد ما يصل للسنوات طبعا لا أدري أن أقول السنة التالت لأنه يحتمد على الجامعة التي فيها وعلى النظام على الدولة لكن حتى أننا في السودان يكون في المراحل المتغدمة فهو التخصص أو المجال بتاع الإدارة المالية مجال خصب ومجال جديد ومجال فيه كثير من المجالات أول التوقعات بأنه فيه مستقبل ظاهر ونتمنى التوفيق ولكم الشكر جداكم الله خير وشكرا لأخونا دكتور أنور وربنا يبارك في مساعيه إن شاء الله شكرا جزيلا أخونا دكتور أستاذ